تعالوا نشوف مع بعض ايه اول مقادير للوصفة بتعطي عندي هنا السلمان ستيك تعالوا نشوف الجمال كله سلمان ستيك مخلي عندي الفلفل الاحمر الحار عندنا الفجل مقشرينه زي ما احنا شايفين قصدي مقطعينه بس عايزي بالقش عشان بيدي لون وطعم وفيتامين ستيجنن خاص بلدي والجرجير عندي الحمص المسلوق بصل الصغير الأورمة عندنا كمان التوم البابريكا العسل الأبيض الصوية صاص زيت زتون والهالبينو الفلفل طريقة السوى ممكن اسوي في الفرن وممكن على النار في طاصة زي ما انتوا عايزين اما هتخلوه الفرن اللي اتنين بيستوي ويبقى حلو جدا الاسرع شوية بيكون على الطاصة او على النار يعني بس جميع الحالات بيستوي بيطلح حلو جدا التدبيلة عايزاكوا تكونوا حطوه في التدبيلة تكونوا حاطينه في التدبيلة اكتر شوية يعني انا بعمل كل حاجة قدامكم عشان تشوفوا الطريقة والتقطيع والتدبيق كده بس دايما تتبلوا قبلها على الاقل 3 ساعات علشان يكون شارب التدبيلة ويا السلام لو قبلها بيوم برضو بيكون تحفة تتبلوه وتحطوه في التلاجة من بالليل بيبقى جميل جدا 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 اهو كده تعالوا بقى نخش ايه على التدبيل على طول هحط هنا كده اليل بابريكا بتاعتنا الملح والفلفل التوم انا هنجيب هنا كده زيت السويا سوس والعسل اهو كده كل الكلام ده كده مع بعض بيخش بصوا بقى الجمال والحلاوة هبدأ بقى في الشاوي بنحط القشرة من تحت الفجل الفجل بتاعي اهو شايفين جماله والهالبينو بحط شوية تحت وبعدين بديه كده علشان اشتشاطه شوية وحليه وهحط بقى الحمص بتاعي المسلوق كده 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 يلا بيه هجي هنا كده هحط شوية شوية الزيت وهقطع هالبينو صغير قوي قوي وهجيب رشق ملح رشق فلفل وهنقلب قوي كيس قوي وهقوم حطوهم كده مع بعض موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة